السلام عليكم وأهلا بكم الكلمة اللي ألقاها زعيم حزب اللات حسن زميرها اللي زي ما قلنا كل الشعوب في الوطن العربي كانوا مستنينها وأنا قلت لحضرتكم من قبلها إن حزب اللات مش هيعمل أي حاجة وإن أصلا إسرائيل بتضربهم بالجزمة داخل لبنان فإزاي ممكن يتواجه مع إسرائيل في معركة مباشرة لأنهم بالأساس ما تحركوش علشان يحرروا مزارع شبعة لبنانية المحتلة فعلا فهل حيتحركوا علشان ينقذوا حماس أو غزة عزيزي الشيعة الاثنى عشرية معادين للسنة بطبيعة الحال وعدوتهم للسنة لا تقل أبدا عن عداوة اليهود وصيبك أنت من التصريحات الفضية أو حتى من إنهم ممكن يكونوا بيدوهم سلاح لهن ده استنزاف للطرفين مش أكثر لكن يتدخلوا عسكريا فده مستحيل لأن ساعتها إسرائيل حتضربهم بالجزمة مرة تانية بالإضافة إنها حتكتاح لبنان وأعتقد إن موقفنا كان واضح وصريح وسجلناه قبل يومين من الكلمة للحلقة اللي نشرناها هنا وكنا بنرد فيها على جريدة الأخبار اللبنانية الممولة من إيران ومن حزب اللات الحلقة كان عنوانها على الصورة كلاب لبنان يشتم مصر أعتقد إن حضراتكم تابعت الحلقة دي باهتمام كبير وعلى فكرة الحلقة دي كان رد الفعل الشعبي عليها ممتاز جدا وغير متوقع لأنها ملكنتش حلقة سياسية هي كانت في الواقع تعتبر حلقة كنا بنرد فيها على سفالة صحيفة الأخبار اللبنانية كانت عودة كده للاسعة أنديل وعلى فكرة الحلقة دي اتكتبت على مرة واحدة يعني ما كانش فيه أي مراجعات عليها وقلن خليها تخرج زي ما هي كده للناس مرة واحدة ومن غير أي تعديلات خلينا نقول اللي في قلبنا والحمد لله الحلقة نجحت وحققت انتشار كويس ورد الفعل عليها كان أكتر من ممتاز فالحمد لله إن مواقفنا وتقديراتنا للمشهد السياسي بنكون نشرينها قبل ما المواقف السياسية تظهر أصلا على الساحة يعني لو كنا إحنا مثلا نشرنا الحلقة دي بعد كلمة حسن زميرة فكان فيه ناس هتطلع وتقولك آه ما انت بترك بالموجة يا أنديل انت عايز تشمت وتتشفف حزب اللات فانت عامل الحلقة دي علشان تزود احتقان الناس ضد حزب اللات ولكن الحمد لله إن الحلقة نشرت قبل كلمة حسن زميرة بيومين يعني إحنا كنا عارفين مضمون الكلمة اللي حيقولها حسن زميرة قبلها بـ 48 ساعة كاملين علشان تعرفوا بس إن إحنا الحمد لله حفظين طريق التفكير حسن زميرة والمحور الإيراني بالكامل عموما من قبل كلمة حسن زميرة بـ 24 ساعة وتحديدا يوم الخميس 2 نوفمبر الجاري أكد جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي إنه لا يوجد ما يشير إلى إن حزب اللات اللبناني مستعل للدخول بكامل قوته في الصراع الحالي ضد إسرائيل الراجل بيقولها لك بصراحة مفيش أي اشتباكات متوقعة من حزب اللات ضد إسرائيل خلال الحرب دي وعلشان نكون بس ملتزمين بالمهنية الصحفية فتعالوا نقرأ مع بعض تصريحات جون كيربي حرفيا زي ما قالها نحن والإسرائيليون قلقون من الهجمات المستمرة على القوات الإسرائيلية في الشمال لكنني أعتقد أننا لم نرى بعد أي مؤشر محدد على أن حزب اللات مستعد للدخول بكامل قوته في الصراع لأن تقييم الاستخبارات الأمريكية يشير إلى أن إيران ووكلاءها بما فيهم حزب اللات يسعون لتجنب حرب أوسع مع إسرائيل أظن ما فيش كلام أوضح من كده وخلوا بالكم أن دي تصريحات صحفية من مسؤول رفيع المستوى بحجم المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يعني المعلومات الاستخباراتية المفروض أن هي تكون مؤكدة بنسبة 100% بدون نقاش طيب نفهم ليه بقى إيران وحزب اللات مش عايزين يدخلوا في حرب مباشرة مع إسرائيل ما إحنا لازم نفهم بص يا سيدي بحسب المصادر السياسية التابعة للإدارة الأمريكية اللي صرحت لشبكة CNN فإن طهران فهمة كويس إنها حتتعرض لهجمات مباشرة ومدمرة لو صعت حزب اللات مع إسرائيل أو وشنطر يعني من الآخر إيران لو عايزة تنهي على نفسها وتقضي على نفسها تماما فكل اللي عليها بس إن هي تدخل الحرب دي ضد إسرائيل وعلى فكرة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صرح وقال إنه لو حزب اللات دخل الحرب فإسرائيل حتستخدم نوعية جديدة من القنابل لم يتم استخدامها في الشرق الأوسط على الإطلاق من قبل فحضرتك تتخيل بقى إيه نوع القنبلة دي اللي ممكن تستخدمها إسرائيل وما تمش استخدمها إطلاقا في الشرق الأوسط قبل كده أكيد الإجابة معروفة ولا مش هجاوب أنا حسيب التخمين لحضرتك علشان محدش يقول إن محمد أنديل بيحدد سلاح معين إسرائيل حتستخدمه في ضرب إيران فلما إسرائيل ما تستخدموش لأي سبب يقولك لا أنت بقى كده مش بتفهم حاجة عم أنديل في السياسة أو رؤيتك العسكرية مش مضبوطة لا يا عم أنا مجرد أني بنقل تصريحات المتحدثين سواء باسم جيش الاحتلال أو الجهات الأمريكية أو غيرها وبحللها مش أكتر أنا ما بفتيش هو قال إنهم حيستخدموا قنبلة لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط شوف إنت بقى إيه القنابل اللي تم استخدامها في الشرق الأوسط وإيه اللي ما تمش استخدامها هتلاقي فيه قنبلة واحدة معينة ما تمش استخدامها قبل كده فإسرائيل حاليا بتهدد بيها وعلى فكرة خطاب حسن زميره على قد مكان كوميدي على قد مكان التحضيرات للخطاب ده غير طبيعية وكأنك مستعد إنك تشوف فيلم سينمائي كل شوية على السوشيال ميديا على منصات حزب اللات تنشر مقاطع فيديو تشويقية للخطاب وكأنك حتسمع إعلان الحرب ضد إسرائيل وفي الآخر يتفاجئ العالم كله إن حسن زميره بيتكلم بشكل كوميدي وتقريبا كان ناقص إنه يترجى إسرائيل إن هي توقف الحرب ويبوس على جزامهم عشان ما يكتحوش لبنان وطبعا إحنا عارفين إنه لو حصل أي اشتباك ما بين حزب اللات وإسرائيل في اللي بيدفع التمن بشكل مباشر وفوري طبعا هو الشعب اللبناني للأسف وبعدين ممكن إيران تدفع التمن ولكن بعدما الشعب اللبناني يعاني ويلات الحروب والمرار والدمار ولكن اللي حيموت في أول ساعة زي ما بنقول في الحرب هو الشعب اللبناني فقط لا غير زي كده ما حماس بالضبط شدت في تيل الحرب وبتستخبى في الأنفاء واللي بيدفع التمن أهالي غزة الأبرياء اللي حماس أعلنت إن هي مش مسؤولة عن حمايتهم وإن حمايتهم بتقع على عطق الأمم المتحدة حماس بس مسؤولة عن حماية رجالتها فبالتالي حسن زميرة كان واقعي جدا في كلامه واختار مصلحة إيران بعدم توسيع دائرة الحرب وخلي بالك أنا هنا بقول إنه اختار مصلحة إيران مش مصلحة لبنان لأنه لو إيران كانت أمرته بإعلان الحرب على إسرائيل كان حيعلن الحرب على إسرائيل عادي جدا وكان رد إسرائيل الفوري والبديهي والطبيعي هو اكتياح لبنان وما كانش هيحس بتأنيب دمير إطلاقا فيما يخص المصير اللي حيحصل للشعب اللبناني مع أول قنبلة أو ساروخ حتترمي على البنية التحتية في لبنان فإحنا هنا مش بنتكلم عن شخص وطني أو مجرد سياسي بيفكر بعقلانية وإنه هنا مثلا اختار مصلحة لبنان بعدم الدخول في الحرب ولكن لا هو مأمور من أسياده في طهران بعدم التصعيد مع إسرائيل لأن إيران وصلتها رسائل واضحة جدا بأن أي محاولة لتوسيع دائرة الحرب من الجبهة الشمالية ضد إسرائيل فساعتها حيتم تدمير إيران حرفيا وخلي بالك أن إيران مش هتضحي بالمكاسب أبدا اللي حققتها في الفترة الأخيرة زي مثلا رفع العقوبات على 31 هيئة إيرانية وإعادة السيولة المالية للهيئات دي بعدما كانت أرصدتهم البنكية مجمدة ده غير السمح لإيران بامتلاك بعض الأسلحة وبعض النوعيات من السواريخ أو تصنعها محليا فإيران لسه مرفوع عنها الحظر من أسابيع بسيطة جدا فأنت عايز أنك تدخلها الحرب وتخسر كل مجهودها في محاولتها لرفع الحظر على أرصدتها البنكية بالسهولة دي؟ أنت بتحلم يا عم الحج أكيد مستحيل طبعا أن إيران تدخل الحرب بشكل مباشر هي آخرها تنشر بيانات ما لهاش أي قيمة ولكن على أرض الواقع الموضوع مختلف تماما لأن ساعتها إيران مش بس حتخسر فلوسها اللي تم الإفراج عنها ولكن إيران نفسها ممكن ما تكونش موجودة على الخريطة بعد كده أو على الأقل النظام الحاكم في إيران حيفقد الحرب يا طرق الإخوة بقى اللي كانوا بيزايدوا على مصر وكانوا بيقولوا هي مصر فين؟ هو فين الجيش المصري؟ أظن دلوقتي حضراتكم عرفتوا أن مصر بتلعب سياسة من منطلق الخبرة والحكمة ورؤية الواضحة لأن مصر عرفة أن الدخول ضد إسرائيل في حرب مباشرة ده معناه أن إحنا كده مش هنحارب إسرائيل لوحدها إحنا كده هنحارب حلف الناتو وعلى راسه لولايات المتحدة الأمريكية وفي الآخر خالص إسرائيل فبالتأكيد الدولة المصرية مهما كانت قوية عسكريا ما تقدرش تحارب التحالف ده كله لأن ببساطة مصر هتحارب لوحدها وما فيش أي دولة حليفة أو صديقة أو شقيقة هتحارب مع مصر بجيشها بشكل مباشر على الأرض آه هيكون فيه دعم وحيكون فيه سلاح وحيكون فيه كل حاجة ولكن مش إعلان حرب بشكل صريح وده كلام صريح جدا على فكرة وعلى فكرة كل دولة من حقها أن هي تخاف على جيشها وعلى اقتصادها وعلى بنيتها التحتية ومصر كمان من حقها أن هي تخاف على كل دول وبالتالي طالما أن ده حق مشروع للجميع فهو برضو حق مشروع لمصر في إما كلنا نحارب في نفس اللحظة وبنفس الكيفية ونقدم نفس التضحيات إما محدش يزايد على التاني ومحدش يزايد على مصر تحديدا أو يطلب من مصر تحديدا أن هي تتدخل عسكريا لأننا مش هنتدخل عسكريا إلا إذا العرب كلهم تدخلوا عسكريا غير كده مصر مش هتاخد أي حرب من أي نوع إما كلنا ندفع التمن مع بعض إما كل واحد يحترم الأراء السياسية للحكومات والشعوب الأخرى لأننا في مصر مستحيل أننا نطلب من قوي دولة أن هم يعلنوا الحرب ضد إسرائيل لأن دي مش مشكلتنا ومش هدفنا وإحنا ما بنفكرش في الموضوع بالطريقة دي إطلاقا اللي عايز يحارب إسرائيل يتفضل إحنا ما عندناش أدنى مشكلة بالعكس إحنا هندعمه إعلاميا وحندعيله ربنا يوفقه وحنقدم له مساعدات رزائية وطبية إيه نحتاج ولكن لحد كده هو ده آخرنا إحنا سعداء جدا كمان بموقف البرلماني الجزائري اللي فوض رئيس عبد المجيد تبون في إعلان الحرب ضد إسرائيل وداعمين لهذا التفويد وهذا القرار وداعمين للحرب إذا أعلنتها الجزائر الشقيقة لكن لو ما أعلنتهاش فإحنا مش هنطلع نقول واحد اتنين الجيش الجزائري فين أما الكلام عن حرب ما بين مصر وإسرائيل بشكل مباشر فالكلام ده مش هيحصل ومصر مش هتضحي بجيشها ولا ببنيتها التحتية ولا باقتصادها برغم أي ضغط أو تحت أي ابتزاز عاطفي من أي نوع وعلشان نكون واضحين إحنا مش بنقول كده من دافع الخوف ولكن إحنا بنقول كده من دافع الحكمة وفي فرق كبير جدا ما بين الاتنين لأن الشجاعة مش أنك تدخل حربة مباشرة ضد إسرائيل وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لوحدك أنت كده بتنتحر أنت كده مش شجاع لا أنت كده غبي ولكن الشجاعة الحقيقية أن كل الجيوش العربية تتحد وتوجه ضربة مباشرة لإسرائيل وبكده الحرب حتكون مفتوحة على جبهات كتير جدا على مستوى الوطن العربي بالكامل لأن ساعتها 22 دولة حيكونوا بحرب إسرائيل والدول دي الغرب له مصالح كبيرة جدا مع دول كتير منها وما يقدرش أنه يقف قدامها بشكل كامل في حرب فساعتها ممكن يعلنوا الحياة وحتى لو أعلنوا الحرب تضامنا مع إسرائيل فهتكون حرب عالمية أضمن أن روسيا والصين يدخلوا فيها لأن كده حيكون الكوكب بيعاد تشكيله من أول وجديد واللي حيرسم خريطة العالم الجديد بعد انتهاء الحرب دي حيكونوا هم المنتصرين بس فكله حيدخل علشان خاطر كله يتعشم أنه يكون من المنتصرين وأنه هو اللي يقود العالم بعد الحرب ولكن إزاي صحيح دولنا العربية حتقدر تشلنا حرب ولو اجتمعت ضد إسرائيل حتشلنا حرب إزاي والقواعد العسكرية محوطة بينا من كل اتجاه ودخل أراضينا كمان أنا بتكلم عن القواعد الأمريكية والبريطانية وغيرها منك لله يا صدام دي حكوا عليك الأمريكان ووغطوك علشان يحطوا قواعدهم في أراضينا ويهددونا بحجة الدفاع عننا ولكن لو حصل واتحد العرب وقرروا إعلان الحرب مجتمعين فساعتها مصير الحرب دي حيكون حرفيا هو مصير العرب يا إما نعيش كلنا يا إما نموت كلنا هي دي الشجاعة اللي أنا عرفها لكن إنك تطلب من مصر إن هي تحارب لوحدها لا ده مش هيحصل إحنا مش هنموت علشان شعوب تانية تعيش يا عم إذا كان محور المقاومة اللي هم طالعين به السملة مؤخزة جاب وراء وقال إحنا مش لعبين فأنت عايز مننا إحنا إن إحنا ندخل الحرب دي بشكل صريح علشان ندمر بلدنا واقتصادنا اللي هو أصلا بيعاني من أزمات حاليا ده تصرف ناس عقلين عموما مصر مش ترف في أي حرب عسكرية في المنطقة وكفاية علينا جدا محور المقاولة والممتعة هم دول اللي المفروض يعلنوا الحرب على إسرائيل وإحنا مستنيينهم علشان يحراروا القدس وده حيحصل في المش مش طبعا في النهاية حافظ الله مصر حافظ الله الشعب المصر العظيم حافظ الله الجيش المصر البطل وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته